يعطيكم العافية الرابع وشلونكم وش اخباركم وعساكم طيبين بالفيديو هذا راح اسولف على الترايلر بشكل سريع راح اقول ابرز الاشياء اللي لاحظتها امس تغريبا بوقت تسجيل الفيديو هذا شفنا الشوكيس اللي يساوه كابكم الشوكيس هذا كان قاعد يتكلم عن سلسلة ريزنت ايفل وركز اكثر شي على فيليج او ريزنت ايفل فيليج اول الناس تسميها ريزنت ايفل ايتو اللي هو الجزء القادم اللي راح يكون اساسي بالسلسلة طبعا سمعنا اخبار وايد قبلها عن ريزنت ايفل فور وما شفنا عنه شي كنا مترقبين بالايفنت هذا لكن ما شفنا عنه شي بس لالحين في اخبار وشاعة تطلع ان ريزنت ايفل فور الريميك موجود لكن تأجل شوية وركزه على فيليج فخنا نتكلم عن الترايلر اول شي شفنا بالترايلر واهم شي كان موعد اصدار اللعبة اللي هو خمسة سبعة الفين وواد وعشرين ونشوف من الموعد هذا انه ما بقى شي وتنزل اللعبة بالمرات اللي طافت تكلموا وقالوا انها راح تنزل على جهزة الجيل الجديد اللي هي بلاي ستيشن فايف اكس بوكس سيريوس اكس وستيم لكن بالفيديو هذا قالوا انه ايضا راح تصدر على جهزة الجيل الغديم اللي هي بلاي ستيشن فور وإكس بوكس وان اكس لكن اكيد راح يكون فيه اختلافات تغنية ما راح نلقى الراي تريسنق راحشوف معدل اطارات اقل لكن اللي ما يملكون أجهزة الجيل الجديد راح يقدرون أن يجربوهن على الأجهزة القديمة بداية الترايلر سمعنا صوت واحدة قاعدت تكلم واتكلم عن الجرس اللي قاعدنا سمعه بالإعلان وكانت تتحذر منه فاللي نعرفه أن الجرس هذا لا علاقة بالقصر والقصر هو اللي فيه المشكلة الأكبر وليه تكون فيه أغلب أحداث اللعبة بس مو معناته أن أحداث اللعبة راح تكون كلها بالقصر شفنا إيثن هو يتنقل بالثلوج وشفنا منظر القرية اللي كان مرعب ومن الإعلانات اللي طافت شفنا أن القرية راح يكون فيها سكان وكلهم يعرفون إيثن من سمعته فأكيد أنه فيه شيء خلى الناس كلها تعرف منه هذا إيثن وشنو القصة اللي صارت لو أتوقع لما نلعب اللعبة راح نعرف الموضوع بالضبط شخصية إيثن نفسها مكملة معنا بالجزء هذا لكن للحين ما حطوا شخصيته أو شكله بشكل رسمي أو يعني منظره بشكل رسمي ليح المنظور الشخص الأول لكن الشخصية هي إيثن من وجهة نظري شخصية وقلتها قبل أني أنا أفضل المنظور الأول لألعاب الرعب ليش لأنها تزيد من الرعب لكن لا ننسى أنهما قالوا اللعبة راح يكون فيها أكشن زيادة بس مو معناته أنها ما راح يكون فيها رعب من الشي اللي شفناه أن الرعب موجود باللعبة من اللي لاحظتها ومن الأشياء اللي لاحظتها أن كل القصة متعلقة ببنت إيثن واللي أتوقع يكون اسمها روز ليش لأنه لما بطلوا المنيو كاتبين أعثر على روز أو أبحث عن روز فروز هذه يا تكون بنت إيثن أو تكون شخصية لازم هو يدورها بالقصر هذا شفنا شلون يعني في لقطة بسيطة طلعت شلون كريست ريدفيلد شايل بنت إيثن ومبين المكان هذا هو نفسه البيت اللي ساكن فيه إيثن ومية أتوقع الربط راح يكون أنه هو خذ بنت إيثن عشان يوصلها مكان ثاني أو عشان يسوي شغله وعقب مع ذبح مية اللي شفنا اللقطة بتريلر سابق فنقدر نقول أنه هو ذبح مية وخذ الياهل وراح بالجزء السابق اللي هو رزنت إيبل سفن شفنا أنه كان في عائلة اللي هم البيكرز فاميلي وكانوا يلاحقون إيثن وبالجزء هذا هم واضح أنه عائلة ثانية اللي هم قاعد يلاحقون إيثن أو يبون منها شغله يبون منها بنته أتوقع اللي هم شفنا الفامبير العملاقة اللي اسمها ليدي دومتريس دومتريس هذا اسم روماني فأتوقع مثل ما قالوا الناس أن القرية هذه موجودة برومانيا ليش اختاروا رومانيا كابكم ما أدري لكن رومانيا لها ماضي بالأحداث الغريبة أو بالأحداث المرعبة منها أن قصر دراكولا الواقعي اللي حين موجود برومانيا فأتوقع أن الأحداث برومانيا وليدي دومتريس عندها البنات اللي موجودين اللي كانوا معاها اللي لاحقون إيثن هم أتوقع أن هم فامبيرز لأن بناتها وعندنا الشخصية الثانية اللي كانت ليدي دومتريس قاعد تحاجيها بالتليفون اللي هي ماذر ميراندا فماذر ميراندا يا أنها تكون والدتها أو تكون هي أعلى منها سلطة فقعد تكلمها عن إيثن وتقول لها أنه هو يعني انحاش من أخوها اللي هو هايزنبرغ انحاش من اختبارات أخوها وأتوقع أن هايزنبرغ هو الشخص الثاني اللي شفناه وشكل المكان كأنه بويس فايت وشفناه بمكان ثاني أو شفناه واحد مشابه له اللي كان عملاق فما ندري إذا هو يتحول أو راح يكون هو جاك بيكر القادم فهذا هو العائلة اللي راح تكون بالقصر اللي إيثن قاعد يحاول أنه ينقذ بنته أو يعرف معلومات موجود داخل القصر هذا ومن الأشياء المهمة أيضا أنه راح يكون في التاجر أو المارشنت راح يكون اسمه دوك شفناه أنه شكله وايد يعني ملفت للنظر وقالوا أنه راح تكون شخصيته حلوة باللعب راح تلاقي بأماكن ثانية ورح يكون الحوار معه مختلف من مكان لمكان المارشنت هذا أو دوك راح تقدر أنك أنه تشتري أو تبيع الأسلحة عنده راح تقدر تأخذ أكسسورات راح تلقى تسوي كرافت حق الأسلحة أو حق الأشياء اللي عندك وشيء ثاني اللي خليني أتأكد أن أحداث اللعبة راح تكونه برومانيا اللي هو العملة اللي موجودة اللي هي اللي هو اللي هو هذا هو العملة الموجودة برومانيا فأتوقع أو شيء أكيد أنه إحداث اللعبة هي برومانيا فهذا اللي كان معانا يا الرابع كتبوا لنا رايكم بالكومنتات تحت شون رايكم بالإعلان اللي شفناه والجيم بلاي وإن شاء الله قاعد أفكر أن نخلي بوفهد يلعب الديمو ونشوف شون راية فيه ونشوف ردة فعله كان معاكم أخوكم بجريد والسلام عليكم